بمرسوم الدعوة للانتخابات تنطلق عمليا حملات المرشحين وتبدأ بورصة الأسماء والأرقام والتحليل ومن النهاية نبدأ بعدما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شيخ محمد العبدالله اعتماد الحكومة مرسوم الدعوة لتجرى الانتخابات على أساسه في الـ 26 من نوفمبر المقبل ثلاثة وزراء محلليين استقالوا ليعودوا للناخبين مرشحين وتم القبول وهم الدكتور علي العمير وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وعيسى الكندري وزير المواصلات والبلدية ويعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف وعليه كلف وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بمهام الأشغال والأوقاف بالوكالة كما أكلت مهمة تيسير أعمال وزارة المواصلات لوزير الإسكان ياسر أبل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شيخ محمد العبدالله كلف بمهام العدل على أن يحمل حقيبة البلدية وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي الفرق الحكومية كما فرق المرشحين تسابق الزمن بالتوازي لتجهيز مقار التصويت واحتياجات تسيير عملية الاقتراع فيما المرشحون بطواقم عملهم بين إعداد لخطط عمل وبرامج انتخابية وتطبيق يقنع الناخب ويظفر بصوته ترجمة نانسي قنقر